أهلاً أعزائنا مشاهدين في كل مكان بحييكم في اسم المسيح تلت كلمات من شأنها أن تغير حياتك وهذه الكلمات أولاً تب اتنين آمن وثلاثة اقبل تلت كلمات من شأنها أن تغير حياتك أولاً تب مكتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل ثم يقول الكتاب أيضاً فتوبوا وارجعوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس فإذن لماذا ينبغي أن نتوب لأن حالة الإنسان حالي يائسة بائسة محكوم عليه بالموت بسبب الخطية فالكتاب المقدس يقول كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه فإذن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد مكتوب أيضاً أجرة الخطية هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا بالحقيقة أحبي الله بحب الإنسان ومكتوب في حسقيال 33 لأنه يعني بيتكلم عن الله لأن الله لا يصر بموت الشرير فإذن الله لا يصر أن الشرير يموت بل أن يتوب وأن يرجع إلى الله رسالة يحنى المعمدان كانت ضد المتدينين الفرسيين اللي كان عندهم مظاهر التدين والرياء المبرقع وعدالة عرجاء وحياتهم يعني الثمر تبعهم مش صحيح لكن من برة كانوا متدينين فقال هذه العبارة فاصنعوا أثماراً طليق بالتوبة يعني إذا أنت بتوب وبترجع إلى الله لازم يكون في ثمر حقيقي للتوبة اللي بيكون واضح على حياة الإنسان برص الرسول لما كان بيكلم ملك الملك أغرباس الثاني في أعمال 26 في آية 19 قال من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معانداً للرؤية السماوية بل أخبرت أولاً الذين في دمشق وفي أورشاليم واستمر قائلاً شو كانت رسالته بكل بساطة أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالاً طليق بالتوبة فإذا التوبة ليست كلاماً ولا مظهراً لكنه عمل إلهي عميق في داخل الإنسان فإذا ينبغي فعلاً أن نعمل أعمال طليق بالتوبة تظهر ثمر الحياة فينا فإذا ما هي التوبة؟ التوبة بحسب معناها تعني تغيير الفكر كان عندي فكر شيء عن الله وفكر عن نفسي هذا الفكر بيتغير 180 درجة فإذا هذا التغير يقود إلى تغيير اتجاه ومسلك الحياة فكيف يحدث هذا عندما أدرك بكل معنى الكلمة مش أنا مثلاً لا سمح الله صرقت وتمسكت فحزنت واندمت لا لا هون بيكون مصحوب باعتراف إلى الرب أنه أنا أدركت أنه أنا فعلاً إنسان خاطئ فالتوبة هي تغيير الفكر تقود الإنسان إلى تغيير اتجاه حياته 180 درجة فبتطلب فكر أنا أدركت أنه أنا فعلاً خاطئ ثم بتطلب يعني العاطفة تتحرك لازم يكون في حزن وندامة عميقة جداً تجاه ما أنا فعلته بحزن أدرك أنه أنا بحزن جداً أنا يعني كسرت قلب الرب وأحزنت قلبه لكن أيضاً بيتطلب قرار بيتطلب إرادة أحلى مثل الإبن الضال عندما رجع إلى نفسه وقال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك اجعلني أحد أجراك يعني التوبة بتقود الإنسان أنه فعلاً ما عنديش أي استحقاق ولا بستاهل النعمة ولا حتى بستاهل محبة الله لكن هذه التوبة هي تعبير أنه أنا حزين وأنا بفكر أنه أنا عملت شيء فعلاً مدرك كل الإدراك عم بيقودني إلى جهنم لكن أدركت طريق الرجوع أنه أنا لازم أعمل قرار هذا القرار اليوم أنه أرجع إلى الرب شئ تاني آمن فإذا دايماً التوبة مقرونة بالإيمان يقول الكتاب توبه تغيير الفكر وآمنه بالإنجيل شو يعني بالإنجيل؟ الإنجيل هو يسوع المسيح هو الأخبار الصارة شو هو الإنجيل والأخبار الصارة؟ تتكلم عن يسوع شو عمل يسوع؟ أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضاً تخلصون مكتوب أنه المسيح مات حسب الكتب يعني مات حسب الكتب دفنه وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وعندما نضع هذه الثقة وهذا الإيمان بالرب يسوع المسيح على أساس ما فعلوا الرب يسوع شو عمل؟ مات من أجل خطيانا وقام من الأموات لأجل تبريرنا حتى يعطينا الحياة الأبدية مكتوب عن يسوع له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به أي بيسوع المسيح كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا قال يسوع في يحنى 14 الآية الأولى أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به فالمسيح أحبائي ولد من عذراء وجاء من السماء وقال عندما أتت الساعة لكي يرجع إلى الآب فهو جاء من فوق فوق الجميع جاء من عند الآب وأنه هدية الله وعطية الله أن تقبلوا وأن تؤمنوا بالابن اللي هو الرب يسوع المسيح أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به لما كان بولوس أسيلة ببشره في فيليبي وكانوا موجودين في السجن والرب عمل زلزل في السجن فالسجان سأل بولوس أسيلة يا سيدية ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أجابا وقالا آمن آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص فتخلص أنت وأهل بيتا وعندما كتب البشير يحنى في إصحاح عشرين لاحظ كلمات يعني الأخيرة قال وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه الإيمان بالرب يسوع المسيح وهذا ما يقود الإنسان إلى الخلاص أحبائي ألم يقل الرسول بولوس في روميا عشرة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص وهذا هو أساس إيماننا بموت يسوع المسيح وقيامة يسوع المسيح بنعترف ومن آمن بالقلب بنخلص على أساس هذا الإيمان والكلمة الأخيرة هي إقبل إحنا قلنا تب آمن والآن إقبل قال يسوع في اليوم الأخير من العيد إن عطش أحد فليقبل إلي يقبل ويقبل يعني فليقبل إلي ويشرب والبشير يحنى قال في يحنى إسحاح الأول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه باسم الرب يسوع المسيح توب عن خطياك آمن بالرب يسوع المسيح اقبل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك توجه ربا وملكا على قلبك وحياتك اقبل المسيح فهو ماء الحياة وهو خبز الحياة وهو نور الحياة وهو الطريق والحق والحياة وهو القيامة والحياة لأن به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه أي في يسوع كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه قال بوترس إلى من نذهب يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمننا أنك أنت المسيح ابن الله الحي قال يسوع أحبائي وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فيسوع هو مصدر الحياة مصدر حياة ذات الله اللي في الحاضر مكتوب أحبائي عن يسوع يعني جاء لكي يخلص ويطلب يخلص ما قد هلك وأيضا جاء لكي يعطي حياة وحياة أفضل وأختتم بكلمات المسيح في يحنى خمس عندما قال الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة هل تريد الحياة الأبدية؟ هل تريد اسمك أو اسمك يتكتب في سفر الحياة؟ شو رأيك تصلي في هذه اللحظات؟ مكتوب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص ما تضيع الفرصة فش إش مكفول في هذه الحياة لكن الشيء المكفول هو ضمان أبديتك وخلاصك إلى أبد الأبدين فيك تصلي هذه الصلاة قل يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ صليها اغسلني بدمك الطاهر الكريم أنا بدعوك إلى حياتي اليوم حتى تكون مخلصي وربي أيضا صليها قل له يا رب يسوع أنا بتوب الآن أنا باعترف الآن كل خطياي وبتوب عنها يا رب يسوع أنا بحط وأضع إيماني وثقتي في عملك الكامل على الصليب وقيامتك من بين الأموات أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح أنت الطريق والحق والحياة أنت المخلص وأنت اللي وعدت أنك تكتب اسمي في سفر الحياة كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وأيضا الآن أقبلك وأدعوك حتى تكون ربي ومخلصي إذا صليت هاي الصلاة بحب أسمع منك شاركها مع الآخرين اكتب لنا إذا عندك طلبة صلاة أو سؤال لا تتردد من فضلك تبعت لنا الرب يباركك